الخبر اللي اول اللي عدنا عن احمد حسن وزينب والعمال الخيري اللي يريدون يسووه فاحمد حسن وزينب نزلوا على حسابهم بالانستغرام هذا البوست واللي كانوا كاتبين بي انه قررنا ان نبني مسجد رح يكون صدق الوجه الله تعالى اما بالنسبة حيث انواع عن السبب فيقولون السبب الحريق اللي صار على سيارتهم منه الله نجاهم ما كانوا بداخل السيارة فقرروا انه يبنون هذا المسجد كصدق الوجه الله تعالى وصراحة هي حركة كلش حلوة من احمد حسن وزينب فاكتبوني يا حبايب بالكومنتاج شو رأيكم حركة احمد حسن وزينب وطبعا اكيد يدعو لهم بالتوفيق والله يوفقهم يا رب الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر فاول اليوتيوبر اللي عدنا هو محمد جواني فجواني نزع على حسابه بالانستغرام هذا البوست واللي قال بي انه بكرة حينزل مقطع وبهذا المقطع رح يحتي بي اسرار او حقايق صار لها عشر شهور ساكت عليها وطبعا اغلب المتابعين توقعوا ان جواني رح يفضح بيسان اسماعيل باتر راطقوا هذا البوست شوفوا اسمه ماذا داية موضوع امهم هذا يمكن يكون اخر فيدي بقناتي شغلات اللي محتفظ فيها عشر شهور لازم اثبتها لناس كلا لاتها لازم تبقى الفيديو بكرة على الساعة اربعة لقناتي استنوا احبكم امر يوتيوبر الثاني فهو نارين بيوتي اتكاتبي لي فوق انه فيديو اليوم رح يزيل بعه الساعتين ولكن المقطع شوي يتاخر اتوقع المقطع حاليا نزل لكم والله شافيها يارا بشن المتنبيهة والله يشفي الجميع الخبر الثالث اللي عدنا عن تهجم متابعين يارا مار على قمر مار فقمر نزلت هذا المقطع على قناتها باليوتيوب واول من نزل المقطع اتعرض للهجوم من فانزات يارا وهو من الكومنتات اللي جدت بالانجليزي ردون جمدون المشاهدات على المقطع ولكن المتابعين قمر مار قدرون يوقفون هذا الهجوم ولكن اتوقع المقطع شوي انظرت مشاهداته اما ليسي عن السبب فالصلاح عم ما ادري شين سبب هذا الهجوم اللي يعرف السبب يكتب انه بالكومنتات ليش صار هذا الهجوم الخبر الرابع اللي عدنا عن محمد جواني وقصفه لانس الشايب فجواني نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري واللي كان بي محمد جواني وانس الشايب كانت يسوون تيك توك المقطع قديم المهم واحد بالمتابعين شان ديقول لجواني معلما الرخيص بيبقى رخيص طول عمره اما الغالي بيبقى غالي طول عمره اتمنى انك يفهمتني فيريد عليه محمد جواني مع الاسف هلشي انا بعرفه وتعلمته مع كتير ناس ومشان هيك بيكتفي بكلمة وحده اللي هي كل شخص بيعمل لي بأصله وطبعا اكيد واضح انه هو يقصد انس الشايب بما انه حط له فيديو مالته ويقصد انه انس الشايب شخص رخيص فاكتبونا يا حباي بالكومنتات شو رايكم بقصف محمد اجواني لانس الشايب وبس الله هنا وصلنا لها تمنى انه مقطع جاوكم نسي حطونا لايك ساركو بالقناة شاناكم فيديو مقاطع من ملكة القصص وشكرا عليك على المقطع السابق وبس مع السلامة